وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط على المرأة أن تلبس الحجاب لأنه ليس من شروط قراءة القرآن أن تلبس المرأة الحجاب فلذلك يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن على أي حال أهم شيئا لا تمس المصحف إلا وهي متطهرة وإذا حبت أن تقرأ من حفظها تقرأ وأما الحجاب فهذا للصلاة الحجاب للصلاة وللخروج من البيت أما قراءة القرآن أما ذكر الله عز وجل فهذا مما يسره الله وسهله للمسلمين عموما والمرأة خصوصا قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وللأسف الشديد يعني كثير من النساء ابتعدنا عن قراءة القرآن بسبب اعتقادها بأنه إذا جاءت تقرأ لازم تلبس ولازم تغطي شعرها ولذلك ابتعدت عن القرآن لأن تجد مشقة من الذي قال بأنه يلزم المرأة إذا أراد أن تقرأ القرآن أن تغطي شعر رأسها أن تغطي شعر رأسها ما حد قال بهذا ولذلك المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن وكاشف شعرها يجوز أن تقرأ القرآن في ثياب النوم في ثياب النوم لأنه ما عندنا دليل على شرطية الحجاب بالنسبة لقراءة القرآن بارك الله فيك